نحن جمعية أبداع نجاح بسهل عكار جمعية أنشئت بسنة 2011 نشتغل بالأنشطة الصحية الاجتماعية الثقافية عندنا مشروع مع الـ UNDP بالتعاون مع دوارد ريجن مشروع اقتصادي مهم للمنطقة أمن فرص عمل عشر صبايا فكرة الخياطة نحن طلعت منا كجمعية أنه هي بتعلق بسبل العيش بتأمن مهنة للتداربين أنه هن قادرين يطلعوا ما بس يشتغلوا عننا يشتغلوا بمصانع دعم اللي تلقيناه من معدات اللي هي طيولة قص للتفصيل و المقاص و مكانة الرشة صرنا قادرين بقى نحن نفوت على خط الانتاج بكل إمكانياتنا و قادرين النافس بالسوق المحلي اللي هو إلا أنه هيكون أنه القطعة هي تكون بأسعار مقبولة وأقل تكلفة من القطعة اللي بيجي من الخارج كل حدم بده يتواصل معنا كرميل طلبية شراء بجماد هو هيتواصل على رقم الجمعية حتى اللي نحن نجهز له الطلبية و بيجي بيكشوف و على الجودي والنوعية و بيستلم 7106 5599 لو سهلة فيكم شرفتونا بضيعة الشأدوف أنا رئيس جمعية عيش عكار رئيس بلدية الشأدوف جمعية عيش عكار تأسست بال2017 في شهر واحد أحداث العلم والخبر أول مشروع كان تدريبات على الأعمال المهنية اشتغلنا سنتين تقريبا و بهالفترة كمان اشتغلنا بموضوع النفايات والبيئة أكتر شي ركزنا رؤية العالمية عطتنا معدات بقيمة 5000 دولار معدات زراعية كون جمعيتنا بتشتغل بالبيئة وساعدت و قبضت عمال لمدة 40 يوم 15 عامة أسسنا مشغل نحن مشغل للخياطة بللشنا بماكنتين للخياطة بضيعة الشأدوف كان الهدف انه أول شي نوفر متل ما قلنا فرص عمل للنساء عنا بالمنطقة لأنه فرص لعمل كتير قليلة وصرنا نطوره شوي شوي عم نبيع تقريبا على الطلب لأنه نحن ملنا قدرين نقدر نتكفل بسعر القماش ونتركه عنا مشان هاك الأغلبية عم ياخدوا طلبيات على التليفونات على الرقم 03 453 577 ترجمة نانسي قنقر